بحضراتكم مرة تانية في صباح العالمين الحقيقة ان زملائنا الصحفيين عاملين شغل هايل على الارض ان هما يوصلوا لحضراتكم اول باول ايه اللي بيحصل في مدينة العالمين الجديدة ومعنا النهاردة اتنين ممسرين للصحافة المصرية الاستاذ محمد عبدالناصر مدير تحرير جريدة اه الدستور استاذ محمد منور الدنيا. ربنا خلي حضاياك صباح الفرق على كل استاذا مشاهدين اهلا من. نور الدنيا كلها ومنور صباح العالمين. ربنا يخلي حضاياك استاذ ابراهيم. والاستاذة بسمة اه شاطة الصحفية بجريدة الوطن يا استاذة بسمة منور الدنيا كلها. استاذ ابراهيم صباح الفل انتو المنورين ومبسوطة جدا ان انا معاكو النور ده الصباح العالمين. ربنا يخليك احنا مبسوطين اكتر. استاذ محمد قل لي رؤيتك الشخصية. يعني بعيد عن الجزئة المهنية قل لي الاول انت شفت العالمين ازاي. وبقالك هنا دي. انا عايز اقول لحضاك يعني حالة مبهار بداية من اللي انت توصل ليه مدينة العالمين الجديدة وانت تبقى في حالة مبهار شديدة بكل الحاجات اللي انت بتشوفها. انت كنت قدام مدينة مسلا من خمس سنين كانت حقل الغام. فجأة تحولت كم الابراج اللي موجود. كم المناطق الترفيهية اللي موجود. كم الفعاليات اللي بيتم عملها ضمن المهرجان. انت بتتكلم على مبهار شديد كمان. من خلال تواجدنا ومن خلال تواصلنا كمان مع رواد المدينة. وحدثنا معهم باستمرار حوالين ردود فعلهم. حوالين انتباعاتهم. حوالين اللي بيحصل فيه مدينة العالمين الجديدة. فتلاقي برضو هو العنوان الاساسي. بتلاقي انبهار لدى كل رواد هذه المدينة. من خلال آآ الشكل العام اللي موجود. من خلال آآ الشواطئ. من خلال التسهيلات اللي موجودة. من خلال الفعاليات المختلفة المقامة داخل المهرجان. يعني الفعاليات كمان فيها نقطة في غاية الاهمية. وطبعا بنوجه كل الشكر لشركة المتحدة. الخدمات الاعلامية على هذه الفعاليات المختلفة. لان فعاليات بتقدر تقدم فعاليات بتناسب كل الازواء. مناسبة لكل الفعالات العمرية تقريبا. بتقدم فعاليات متنوعة فنية. ثقافية. رياضية طرفهية. وبالتالي. انت يقدر توصل للأسرة المصرية بكل مكوناتها يعني. وبكل ف�데اتها. قادر توصل كمان في نقطة في غاية الاهمية. وهي ان الناس يعني بجميع فأاتها المالية كمان تقدر تيجي هنا وتتعامل مش هي مدينة للأسراء فقط زي ما البعض حاول يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره لا احنا منتكلم على مدينة مناسبة لكل الفئات داخل المجتمع المصري تقدر تيجي هنا وتقدر تتفسح وتقدر تخرج وتقدر كمان تحضر العديد من فعاليات المهرجان المختلفة اللي بتقدم بشكل مجاني ويتم عرضها بشكل مجاني وبالتالي اي فرض داخل الأسراء المصرية يقدر يكون متواجد هنا يعني هي مدينة للجميع مدينة بنشوف فيها أحياء سكنية مناسبة للجميع وبالتالي تقدر مناسبة لكل فئات الشعب المصري فبالتالي كان فيه هنا حالة مبهار شديد من خلال التواجد في مدينة العالمين